صباح الأمل، صباح السعادة، صباح بكرة أحلى أهلاً ومرحباً بكم مجدداً مع برنامجكم صباح بكرة أحلى السبت من كل أسبوع عندنا النهاردة حلقة عن السلوكيات الأخلاقية في المجتمع المصري الحديث هنستضيف معنا الكاتب الصحفي الكبير الدكتور عبدالعزيز السيد نائب رئيس تحرير الجمهورية صديقي الغالي ومعنا الأستاذ الدكتور محمد عيد زاكي أستاذ علم النفس الرياضي هنتكلم عن أمور كتير جداً لكن هنبتدي زي ما احنا معودينكم النهاردة مع امسك إشاعة إشاعة لسه جديدة خالص بتقول وفاة المشير محمد حسين فانصال طبعاً الكلام ده غير صحيح وفي مصادر قالت إن هو تعبان شوية كده وإن شاء الله يقوم بالسلامة ويا ريت ما نحاولش إن احنا ناخد يعني أخبارنا ومعلوماتنا من السوشيال ميديا عندنا برضو حاجة جديدة في امسك إشاعة لسه جديدة قوي وأنا مستغربها يعني فعلاً إن بيقولك إن الصين عملت لحم مفروم من البقر خلطته بالناس اللي جات لها اللي ماتت من فيروس كورونا ولغبطته كده مع اللحم البقري وبعدين بتبيعه عن طريق علم وعن طريق حاجات اللي هي اللحوم المفرومة مش من خلال الصين مباشرة ولكن من خلال أحد الدول الأفريقية برضو الكلام دوت يعني يا جماعة خلي بالكم الصين دولة محترمة والصين عمرها ما قاز الدول عربية ولا إسلامية ولا الكلام ده خالص عشان تعمل دوت نخلي بالنا إن زي ما عندنا إحنا إشعاعات بالضررنا برضو في الصين مستهدفة من دول عظمة بطريقة مختلفة وبيتقال إن فيروس كورونا دوت يعني من خلال أحد الدول العظمة برضو وعايزين نقول عمر الصين ما قازت حد عشان يعني تأذي الدول العربية أو الإسلامية نخلي بالنا من الموضوع دوت عندنا برضو إشاعة امسك إشاعة وبيقول لك وجود يعني اكتشاف حالات كثيرة بفيروس كورونا في مصر كلام ده برضو غير صحيح لأن وزارة الصحة بمجرد ما بيكتشفوا حالة بيعلنوا عنها زي الحالة الوحيدة اللي كانت عندنا من أجنبي وهي حتى كمان تم الشفاء منها والصحة العالمية منظمة الصحة العالمية يعني أشادت بدور مصر وإعلانها المباشر بمجرد أنه هو ثبت أن في حالة عندنا أعلنت فورا وكمان أشادت بالمجهودات الوقاية اللي احنا بنعملها نخلي بالنا برضو من الإشاعة عندنا إشاعة تاني بتقول تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جماعات برضو وزارة التعليم العالي نفت هذه الإشاعة وقالت أن في جدول مقرر للمتحانات ما فيش كلام دوت لازم يبقى في معادها الرسمي وما فيش تقديم للمتحانات نخلي بالنا من الموضوع دوت عندنا إشاعة تاني بتقول تداول أدوية سكر مصرطنة في الصيدليات وزارة الصحة نافت برضو الموضوع ده لأن جميع الأدوية مش أدوية السكر بس لا على مستوى الأدوية الموجودة في مصر سواء محلية أو مستوردة كلها أمينة ما فيش أي مشكلة فيها في عندنا تاني نفوق أعداد كبيرة من المواشي نتيجة عجز شديد في اللقاحات على مستوى الجمهورية كلام ده برضو مش مظبوط وتم نفيه وجميع المواشي عندنا الحمد لله بخير وما فيهاش أي مشكلة وبيتم الوقاية باستمرار فيها عندنا بيقولك إيقاف نشاط ورش الأساس القديمة في دوميات بعد أن هو ما فيش عندها مرافق وما عندهاش الكلام ده وده أثر على منطقة الأساس الجديدة في دوميات كلام برضو ده مش مظبوط وأكدوا الحكومة أكدت أن الورش ديات عندها المرافق كاملة ما فيش مشكلة ومواقفين أبدا الشغل فيها مدينة الأساس الجديدة هي معمولة عشان يعني تواكب العصر بمعدات جديدة بطرق جديدة إحنا بنحاول نطور فخلي بالكم من الإشاعات الإشاعات بتبقى تملي مبنية على الشيء اللي إحنا شغالين فيه بننجح فيه تبص تلاقي هم مطلق لك إشاعات عشان ينالوا منك ومن عزمتك عندنا حاجات كتير قوي ولكن فيه يعني الأهمهم اللي إحنا تكلمنا فيهم بعد الفاصل السلوكيات الأخلاقية في المجتمع المصري الحديث معانا زي ما قلت لكم الدكتور عبدالعزيز السيد نائب رئيس تحرير الجمهورية ومعانا الدكتور محمد عيد زكي أستاذ علم النفس الرياضي انتظرونا بعد الفاصل صباح الأمل صباح السعادة صباح بكرة أحلى رجعنا لكم تاني وزي ما وعدناكم معانا يعني قد بين جمال جدا معانا الأستاذ الدكتور محمد عيد زكي أستاذ علم النفس الرياضي أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أستاذ وجدي وأهلا بأسرة البرنامج أهلا وسهلا بك الإنوية وصلوا طبعا إحنا كإنوية عندنا عنصرية جامدة أول مش كيرا بروق ومعانا صديق العمر الجميل الرائع عبد الحكة جميلة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز السيد الكاتب الصحف الكبير نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك وبأسرة البرنامج وبمشاهديك الكرام أهلا وسهلا بك حبيب الدكتور عبدالعزيز طبعا هنبتدي بالدكتور محمد عيز زاكي عايزين نسأله الأول إيه هو علم النفس الرياضي الحقيقة علم النفس الرياضي أو السبورت سيكولوجي هو العلم الذي يدرس سلوك وخبرة الفرد في المجال الرياضي سواء هذا الفرد لاعب مدرب إداري جمهور بيدرس السلوك والخبرة داخل المجال الرياضي جميل الأستاذ الدكتور عبدالعزيز السيد الكاتب الصحفي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية عايزين نتكلم بقى معاك كده هو هل يا ترى سلوكيات المجتمع المصري اتغيرت دلوقتي عن زمن؟ كتير كتير جدا احنا دائما وأبدا نقول أبأنا نقول أجدادنا نقول زمان كان فيه كذا في الزمن الجميل ودائما نقول على الماضي الزمن الجميل احنا لكن احنا زي ما بقرة أحلى اسمي برناميكو انا حاسس وانا شاعر وانا يعني ان شاء الله تعالى بقول برضو بقرة أحلى وولدنا هيكونوا أجمل ومجتمعنا هيكون أربع ومصر حتكون من أجمل الدول ومن أجمل المجتمعات لكن احنا عاوزين نعمل بجد عاوزين نعمل بإخلاص يعني كل واحد في مجاله عاوزين نهتم بالشباب عاوزين ناخد بيدي الشباب عاوزين نعدي بيلي بر الأمان فإن شاء الله بقرة أحلى إن شاء الله بقرة أحلى نرجع تاني لأسئال لأستاذ الدكتور محمد عيد ذاكي أستاذ علم النفس الرياضي هل يطر علم النفس الرياضي ممكن يعمل بطل سواء على مستوى الجمهورية أو مستوى العالم الحقيقة أنا زي ما أشرت لحضرتك إن علم النفس الرياضي هو العلم الذي يدرس سلوك وخبرة الفرد في المجال الرياضي وأنا عشان أعمل بطل لازم مستوى الأداء اللاعب يكون كويس ومستوى عالي فأنا هوصل باللاعب لمستوى الأداء المتميز إزاي عن طريق علم النفس الرياضي أنا زي ما قلت لحضرتك إن علم النفس الرياضي يازل سلوك وخبرة الفرد في المجال الرياضي الفرد اللي هو هنتكلم عن اللاعب اللي هنصل به إلى المستوى العالي عشان يحقق لنا بطولة أو يحقق لنا مركز أو يحقق لنا ميدالية في البطولات اللي بيشارك فيها في حاجة اسمها الهرم النفسي الهرم النفسي قاعدة الهرم النفسي هي الأساس دراسة سمات الشخصية الإنسانية ودوافعها وتطوير هذه الدوافع يليه إعداد المهارات النفسية يعني إيه مهارات نفسية فيه واحد هيقول لي هي المهارات فيه مهارات نفسية أنا أعرف إن فيه مهارات رياضية مهارات زي مهارة لعبة كورة القدم مهارات لعبة كورة السلة أيوة فيه مهارات نفسية المهارات النفسية زي التصور العقلي المنتل المجري أو الاسترخاء أو تركيز الانتباه والثقة بالنفس دي المهارات النفسية يليه الأداء الهدف اللي أنا طلبه عشان أعمل بطن اللي هو الأداء ومواجهة الضغوط النفسية ده كلام جميل نرجع للدكتور عبد العزيز السيد هل أنت شايف أن الفترة اللي إحنا فيها دي فيه سلوك محترم بين الشباب فيه سلوك يعني المفروض فيه احترام فيه الحاجات بتاعت الزمان دي هل لسا موجودة وإيه أسبابها إن إنها بتديت تقل عن الأولياء هو أولا إن الأخلاقيات تراجعت عما كان من قبل بسبب إحنا أصبحنا في زمن السماوات المفتوحة في زمن العولمة جروبليزيشن إحنا حاليا في زمن النهاردة فيه روافد ثقافية متعددة يعني النهاردة أنا لما أجد كان زمان كان المواطن مقتصر التربية الأسرية والمدرسة والكتاب والكتاب النهاردة أصبح الكتاب ألقينا به جانبا أصبحنا النهاردة عندنا وسائل معرفة متعددة وثقافية النهاردة بقى عندنا سماوات مفتوحة تفت تمسك رموت التلفزيون تجيلك مئات القنوات لاعب بيلعب في آخر دول العالم أو مغني في هوليود في أي مكان في العالم ليه رأسة معينة ليه حلقة شعر معينة لبسي بناطين مقطعة وجيب مقطعة وكله بقى أصبح يتجه إلى عملية التقليد يجي الأسرة علشان تقوم المدرسة علشان تصلح المسجد أو الكنيسة علشان تعمل عملية تعديل للسلوكيات تجد أن ده أصبح من الصعوبة لأن تجلس أمام المسجد أو الكنيسة لمدة ساعة في الأسبوع المدرس أنت بتقعد معه 45 دقيقة بياخد الغياب وياخد مش عارف السلوكيات ويضيع نص الحصة وكمان أن هيبة التلميذ أو هيبة المعلم يوم أن ضاعت هيبة المعلم داخل الفصل المدرسي ضاعت القيم وضاعت الأخلاقيات تيجي أنت النهاردة حتى الأب في البيت يقول له يا أخي اللي بيعلمك دي بيعلمك إيه أذا كده أنت الأب أو الأم الأسرة بتفشل في عملية التعليم وفي عملية التقويم أنت هتحملها المدرس ليه لا هو المعلم والأسرة شركاء المسجد والكنيسة معهم شركاء لكن أنا عندي روافض ضغطة أنا عندي التلفزيون عمالي بس في اليوم يعني 24 ساعة في مئات القنوات تحالي النهاردة شوف النت شوف النهاردة الواتس أب شوف النهاردة الفيسبوك شوف النهاردة اليوتيوب شوف النهاردة المسينجر شوف النهاردة مش عارف الاس ام تلاقي بقى يعني روافض والأولاد بيخضعوا لهذه الأمور حتى تقليد في الإدمان في المخدرات في الزي تلاقي يعني الشباب بيتصدر منه ألفاظ نابية لا تليق بشاب مصري احنا في بلد الأزهر احنا بلد احنا علمنا الدنيا الأخلاق النهاردة أنا بكون غير سعيد عندما أسافر إلى إحدى الدول الأوروبية ودائما أنا باعتز بنفسي لما أروح ألمانيا أروح فرنسا أروح تركيا أروح أي دولة وأرجع أقوم أقول إيه ياه ده ألمانيا دي الساعة خمسة الصبح كلها في الشارع الساعة تمانية مساء كلها في السرير ألمانيا مشتة بسيستم وبرموت وبدقة عندهم تقدم عالي جدا احنا بقى تاب ليه احنا ترجعنا ده مصر دي هو ده السبب هو ده السبب عايزين نعرف بقى يعني ده السؤال المهم احنا ترجعنا ليه احنا ترجعنا ليه لأن احنا عندنا أسباب كثيرة هي سر التراضع احنا سلمنا أولادنا إلى الروافد الخارجية البعيدة عن قيامنا طيب احنا هنرجع لحضرتك تاني نيجي لأستاذ الدكتور محمد عيد زاكي أستاذ علم النفس زياضي في أحداث حدثت يعني مع اثنين من النوادي الكبار في مصر منها قبل يعني الفترة اللي قبل اللي ماضي دي اللي هو الشحونات واللي حصل من أحد اللاعبين وآخرهم عدم يعني تواجد أحد الفرق في المباراة تحت أعذار مختلف هل تعتقد أني الأولا يعني هل اللاعب يجب أن يغضع إلى علم نفس رياضي أخلاقي زي ما بيغضع للتدريب البدني الحقيقة حرق أشارت السؤال مهم وخطيئ اللاعب سواء لاعب ناشئ أو لاعب دولي يجب أن يغضع إلى الإعداد النفسي والتهيئة النفسية أثناء التدريب وقبيل المباراة المشكلة اللحرق أشارت إليها من أحد اللاعبين ضد أحد اللاعبين من الآخرين أنهما لما دخل اللاعب وزقه وهو ما فيش احتكاك في اللعب ما فيش كورة ما فيش كورة هو الرجل راح يربي رمي التماس راح زقه ده بيحمل داخله ضغائم وأحقاد بنسميها العدوان المضمر العدوان المضمر تجاه هذا اللاعب ماشي الدوت إحنا ممكن نقومه ونطوره ونعدله عن طريق علم النفس الرياضي ازاي حضرتك في جلسات الإعداد النفسي الفردي وجلسات الإعداد النفسي الجماعي المنموط بالعمل بها الأخصاء النفس الرياضي لإن فيه خلط ما بين الأخصاء النفس الرياضي والطبيب النفسي يعني فيه ناس كتيرة وفيه معلقين رياضيين بيقولوا الطبيب النفسي اللاعبة مش مرضى نفسيين عشان أجيب لهم طبيب نفسي ولكن المنوط بهذا العمل المنوط بالإعداد النفسي لللاعب هو الأخصاء النفس الرياضي فيه فيه حاجة كده خط بنسميه خط السلوك خط السلوك بيبقى سلوك غير سوي في النص سلوك سوي وفي سلوك فائق السواء من السلوك غير السوي للسلوك السوي ده يتطلب عمل الأخصاء النفسي الإكلينيكي اللي هو طبيب النفسي من السلوك السوي إلى سلوك فائق السواء وذلك يتطلب الأخصاء النفس الرياضي أو الأخصاء النفس الرياضي ليه دور مهم ودور حيو فيه الارتقاء بمستوى الأداء الارتقاء بمستوى الأداء المهاري والأخلاقي لتعزيز القيم الأخلاقية عند اللاعبين لعب ده أنا متأكد أني النادي اللي بيلعب له هذا اللاعب لا يوجد به أخصائي نفس الرياضي معقول رغم أنه نادي كبير جدا ولكن لا يخضع إلى علم النفس أنا أعتقد أنه ما فيهش أخصائي نفس الرياضي هنرجع تاني لحضرتك يعني نروح لدكتور عبدالعزيز السيد نايا برئيس تحليل الجمهورية هل تعتقد أن ما حدث في المطش دوت يعتبر قلة أخلاق أولا إحنا زمان علمونا قالوا أن الرياضة أخلاق علمونا أن الرياضة أخلاق وقالوا أن العقل السليم في الجسم السليم وأنا بقول أن أي لاعب في العالم مهما حقق من بطولات وإنجازات رياضية دون أخلاق فلا قيمة له في المجتمع ومصر كانت من الدول الولادة واللي هي أفاضت علينا بلعيبة كان عندنا محمود الخطير في النادي الأهلي وكان عندنا وحسن شحاتة في نادي الزمالك الكابتن طهاب إصري نحن عايزين نواد اللي يفتكروا لإحنا على قوية بس الكابتن طهاب إصري أنا كنت بعتز بالكابتن طهاب إصري في نادي الزمالك الدكتور عالي شحاتة كان بلعب في نادي المأولين إحنا كان عندنا لعيبة كانوا مدارس للأخلاق طيب النهاردة محمد صلاح في أوروبا الدكتور عبد العزيز أنا بتكلم في جزئية مهمة جدا هل السوشيال ميديا وعدم الثقافة الأخلاقية المنضبطة بتبقى سبب في الموقف اللي حصل ده من ناس لعيبة أكبار يعني دول بملايين الدكتور محمد عيد لسه الوقت بتكلم عن الأخصاء النفس والطبيب النفس والفرق بالاتنين إيه المانع إن أنا يكون عندي واعز أو داعية في كل نادي ليقوم سلوكيات اللاعبين والمدربين ورؤساء الأندية ده رئيس النادي بيحتاج إلى تقويم أخلاق أي أن كان مين أنا شخصيا أحتاج إلى تقويم أخلاقي أنا ما زلت في هذا السن المتقدمة والدي دائما يقول لي لا تظلم أحد عندما تكتب مقالة ولا تزج بأحد في موضوع ليس له داخل أيها صحيح لأن يعني نهاردة دكتور ما احنا كنا زمان برضو لما كنا في جريدة كل الدنيا كنا بنقول إن الخبر لما بتطلعه زي الطلقة لما بتطلع ما بترجحش تاني هترجع تاني تاني فتخل بال أصل مهما تعتذر سولة المجتمع تغيرت يا جماعة محمد صلاح اللاعب في الفربول غير إنجلترا وغير أوروبا الناس اعتنقت الإسلام بصرف النظر عن هذا الناس بدأت تسج وتتعلم من محمد صلاح الناس اتعلمت الأخلاقيات إذا المحمد صلاح دي بقى مرجعية محمد صلاح دي بقى صورة وانا بقول إن اللاعب دهو أو الرياضي أيا كانت نوعية اللعبة سواء كانت طائرة أو يد أو قدم أو سلة أو أيا كانت اللعبة ده مرآة المجتمع فانا بقول اللاعب الفنان العالم الناس دي صور للمجتمع زي ما الابن بينظر لأبوه ولأمه ولأخو الكبير ولعمه ولخاله ولكبير البلد وكبير القرية دي صور بتمشى على الأرض كلنا بننظر إليها فانا بقول إن الأندية محتاجة إلى دعاء إلى وعاز تعز من أول رئيس النادي لغاية الراجل اللي هو فعل بقى بلغاية الجمهور طيب إحنا بنكلم بقى حضرتك في الجزئية دي إن هل يطارة بس الأندية اللي محتاجة وعز لأن مثلا يعني كان فيه أحد الأصدقاء سافر أوروبا فبيقول لي أنا لقيت حاجة غريب لقيت إن بعد ما خلصت الصلاة لقيت الولاد اللي كانوا بيصلوا معنا شباب الزرانون دوت رح على طول تمثل على الترابيزات البنجبونج ديت ومش عارف إيه فوقف يستغرب إيه اللي بيحصل فسأل الشيخ قال له تعال إنت إيه اللي مخليك مستغرب يعني فقال له يعني أنا عمري ما شفت كده قال له طبعا إنتوا لو عندكم كنتوا في الدول العربية كنتوا بسلتوا الدولي قلتوا الترابيز قال له الشيخ إيه بقى إيه مفهومهم برا قال له عندنا بياخد قيم وبياخد أخلاق وبياخد دين ففي فترة معينة بييجي الولد الشاب الزغير ده بياخد في ساعة مثلا الأخلاق والدين بيطلع بيختلط ببعض الولاد اللي ليس لهم لأخلاق ولا دين فكده يبقى إيه يعني يعتبر بوشيت زي ما بيقول لكن أنا بوفر له الأصدقاء بوفر له اللعب بوفر له أمور كتير جدا عشان يرتبط كمان بالمسجد ويرتبطه ويبقى ليه وجه واحد وليس وجهين نعم هو فيك هل يطرى الكلام ده احنا محتاجين برضه نطوره في مساجدنا محتاجين مع تطوير الخطاب الديني يبقى فيه كمان تطوير في الشكل العام الفعلي للمسجد أنا بالمناسبة يعني بالليل كنت لمدة ساعة يعني في اتصال مع أستاذ دكتور صديق لي صديق شخصي أستاذ في جامعة الأزهر وهو يعني بيدير المركز الإسلامي الدولي في نيويورك وإحنا يعني يوم بعد يوم بنتحدث كده على المسجد ما بيش اسم ولا ايه ما تقولينا اسم الدكتور محمد فوزي عبد الحي أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر ورغم حداسة سنه في الأربعينات لأنه راجل عالم كبير وراجل خلوق وتشعر أنه رياضي وراجل مبتسم وينظر إلى الشباب بنظرة رائعة جدا وحدثني عن تجارب في نيويورك خاصة عن المسليين المهاجرين وعن العرب المهاجرين وعن الأمريكان نفسهم المسلمين هنرجع لده مع حضرتك ونشوف قالك الدكتور محمد بعد ما نتعامل في بعض أسئلة كده مع أستاذ الدكتور محمد عيد زاكي أستاذ علم النفس الرياضي هل تعتقد أن ما يحدث في الملاعب من لاعبين لهم اسمه وشهرة تفتكر دوت بيرجع بمعكوس على أخلاق الجماهير وأخلاق المشجعين؟ الحقيقة أن اللاعب أنا كجمهور رايح أتفرج على مطش يعني اللاعب ده قدوة لي فلما اللاعب اللي أنا بتفرج عليه هو اللاعب المشهور أو اللاعب الدولي لما يصدر منه أي سلوك هينعكس بالإجابة أو السلبة على الجماهير لما اللاعب يتلفز بألفاظ غير مهزبة سواء بإنه يشاور كده ويقعد يتخانق مع ده وتخانق مع ده ده بيعمل تحريضة للجماهير واستفزاز للجماهير فالجمهور ده قدوتي طبعا أنا هعمل زيه هيستسير الجماهير إحنا بقولي الجماهير بتعمل شغب ليه؟ ما أنا بنشوف اللاعبة في الملعب بتحرط بتحرط بس بطريق غير مباشر مش بالكلام بالأفعال بالسلوكيات هنا هنتكلم عن دور الفاعل للرياضة في دعم السلوك والقيم الأخلاقية أنت كلاعب أنت هنا معلم للجماهير للجماهير الموجودة في الأستاذ وللجماهير الموجودة قدام التلفزيون لما اللاعب يعمل كده أنا الطفل اللي بتفرج عليه هيعمل إزاي وأنا اللاعب ده قدوتي هيقلده بانه في الملعب وما بيلعبه مع بعض في شارع في نادي هيقلده لأنه عايز يبقى نجمل تمام اللاعب اللي أنا بتفرج عليه في التلفزيون زيه زي الدراما التلفزيونية اللي تتميز بالعنف أنا مش واجد فيه اختلاف أنا لاعب بتفرج على لاعب بيكسر بيشوح بيقلع الفلنة ويرميها كنوع من أنواع رد الفعل نتيجة موقف رياضي الجماهير نفسها اللي في الملعب هي كمان حراك لو لاحظت أن فيه أحد المشاكل في الملعب المصرية حصل بها تطورات الجماهير حدفت على اللعيبة توب حدفت على اللعيبة أزايز ده ناتج من إيه؟ ناتج من السلوكيات اللي داخل الملعب السلوكيات دي اللي اللاعب اللي هيتبع أي سلوك يجب أن يكون ليه إجراء راضع من النادي أولا من النادي ثانيا من الاتحاد دكتور محمد مش كان المفروض كان فيه قانون اللي بيقلع مثلا الفلنة بدون أي مشاكل ولا حاجة يعني دخل جون وبعد ما دخل جون رح قالع الفلنة وبتاعمل ده دي كان ليه إجراء راضع الحقيقة أنا مش عارف الليحة موجودة ولكن الإجراء التنفيذ فيه تراخي تنفيذ الإجراء أو تنفيذ الإجراء الراضع فيه تراخي عدم تنفيذ الإجراءات الراضعة من الجهات القيادية أسوأ مؤسسة الرياضية أو اتحاد الرياضي أو وزارة شباب ده بيدي فرصة للعبين الآخرين لاتباع نفس الأسلوب أو أسلوب يعني أقوى منه هينعكس على النادي بالسلب وهينعكس على الجماهير بالسلب وهنشوف وده اللي خلينا شايفين ظاهرة التعصب الرياضي لو فيه في الملعب هدوء انفعالي وسبات انفعالي هنلاقي بالتبعية الجمهور فيه شيء من السبات الانفعالي حتى لو فيه حالة أو حالتين فيه الجماهير هتبقى حالات بسيطة صحيح مش هتتطرق لمشكلة كبيرة هذا شهد لأنه زي ما بيقوله من آمن العقاب أساء الأدب لازم بيبقى فيه حزم في الموضوع ده طيب دكتور عبد العزيز السيد نائب رئيس تحليل جريدة الجمهورية هل تعتقد برضو أن المسلسلات والأفلام مثلا عبد موتى إلى آخر وإلى آخر هل ده بينعكس على الشارع المصري والشباب بالنسبة للأخلاق الحقيقة أنا يعني الأسبوع الجمعة اللي هي قبل الماضية أنا كتابتي في جريدة الجمهورية عن شاكوش وعن محمد رمضان وعن عبد موتى وكل هذه الشخصيات بمعنى إيه إحنا لسه متفقين كلنا أن الأسرة والمدرسة والمسجد اللي هي دول العبادة عمتا بتبني يجي شاكوش وعبد وعبد موتى يهدموا ما تم بناؤه في سنوات ليه إنت حضرتك أثرت قضية قلت إن دول نجم ودول النجوم بيعتبرهم يعني صبر بيقلدهم الشباب الزغير بيقلدهم الشباب حاوز يقلد فالشباب طول اليوم في الشارع فأصبح يقلد في حلقة الشعر في مسكة السجارة أنا أنا بشوف أطفال النهار ده في سن مبكرة بيشربوا سجاير في الشارع ويشربوا مخدرات في الشارع وبيعملوا يعني حاجة غير لائقة يا جماعة العالم اليوم من كل ثانية بينهض الناس اخترقت الفضاء طب يعني أنت شايف يجب أنه هو نفعل موضوع المصنفات الفنية أنها تراجع الأعمال الفنية طبعا لأنها بتؤثر على الشارع العربي والمصر عموما يعني أنا بقول المشاد واجد به اللي فيها إدمان وفيها مخدرات يا ريت دي لو فيه مصنفات زي ما حضرتك يعني تطرقت وقل المصنفات تحذف هذه المشاهد النهار ده في بعض الملابس بيرتديها الممثل أنا بقول للمصنفات انتبهوا يا جماعة احنا بنصنع جيل احنا بنبني أمة احنا في حقبة تاريخية حارجة مصر النهار ده احنا شايفين العالم من حوالينا النهار ده الناس بتنام تصبح الصبح اللي طلع الفضاء واللي نزل الفضاء واللي نزل أعماق البحار وإحنا النهار ده وقفين لكن أنا بقول حتى لو تقدمنا علميا العلم لابد ان يتحل بالأخلاق بمعنى الأخلاق في الملاعب الأخلاق في البيت في المدرسة الجيران ده عن طرى بن شداد وكان في الجاهلية بيقول ايه بيقول اغض الطرف ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها أول مجرد تخرج من البيت أروح مدي ملتفت اليامة التانية لغاية ما تدخل بيتها طبعا وإذا العلم ما لا بس حصن خلق وعايزين بس نوضح للمشاهدين احنا مش ضد محمد رمضان كفنان محمد رمضان أنا من وجهة نظري هو فنان جميل جدا ولكن استخدامه بصورة خاطئة هو اللي وعش يمكن هو عمل بعض أعمال تحسب له الأخيرة عملها ما شاء الله عليه يعني أعمال كويسة جدا إنما احنا بنتكلم على السيناريو القصة يجب ان احنا يعني نفعل المصنفات الفنية ونفعل الإجراء لأن ده زي ما تفضله ضيوفي ان ده بيأثر على أخلاقيات الشارع المصري طب حضرتك دلوقتي أستاذ الدكتور محمد عيد زاكي أستاذ علم النفس الرياضي قل لي رأيك إيه في أن أنا إزاي أقوم أخلاقيات المجتمع من خلال الملعب ومن خلال علم النفس الرياضي الحقيقة أن الرياضة دور مهم ودور فاعل في دعم السلوكيات والقيم الأخلاقية في المجتمع المصري لأن الرياضة جزء من المجتمع والرياضيين جزء من المجتمع بواجه عام في الملعب لما أعدل سلوك خاطئ أو سلوك سلبي من اللاعب تجاه زميله ده في حد ذاته تقويم مش تقييم تقويم لللاعب وتقويم لسلوكيات اللاعب هدي مثال أن اللاعب يتميز بسلوك العدوان نزل ملعب كرة القدم شنكل زميله وضرب زميله فأثناء التدريب لازم أقوم هذا اللاعب إزاي أنا لو سبته ووجهته بتوجيه لفظي هيكرره تاني مرة ومرتين وثلاثة ولكن لما يكون فيه إجراء راضع ليه وممكن ما يكونش فيه إجراء راضع ليه ولكن فيه إجراء بأصيب اللاعب آخر أدى أداء مميز لما أدي له ثواب أكفأه أشجعه أدي له مكافأة اللاعب اللي هو أخطأ هيحاول بقدر الإمكان ما يعملش الأخطاء اللي عملها قبل كده عشان هو كمان يحصل على التشجيع والمكافأة اللي هيأدي سلوك كويس في الملعب هيلعب المطش الجاي أنت مش هتلعب المطش الجاي عشان أنت زي الزميلك عشان أنت شتمت زميلك وهكذا فممكن ما أديش إجراء راضع ولكن أدي إسابة الإسابة في حد ذاتها دافع لللاعب اللي أدى أداء خاطئ وسلوك سلبي في الملعب دي حاجة الحاجة التانية أن في قدوة في المجال الرياضي زي ما أشار أستاذنا دكتور عبد العزيز السيد اللعب الدولي محمد صلاح صحيح اللعب محمد صلاح لما كان هنا في مصر لما كان هنا في مصر وهو رجل دمس الخلق وسلوكيا سلوكيات إيجابية يتمتع بسلوكيات إيجابية ما كانش ياخد حق ليه المجتمع المحيط والعدوان المضمر من جهات مش من جهات آسف من أشخاص ما سمح لهوش أنه هو يتقدم ويعله علما أنه هو جاي من مسابق بيبسي لا بهم شايدين نقول أسف سوري أعلان لكن أنا عايزين نقول أن نجب كبير زي نجب محمد صلاح أخلاقياته العالية أكبرت ناس كتير قوي لاحترامه وحبه وكان سفير لمصر في العالم معموما دكتور عبد العزيز السيد نائب رئيس تحريجة رد الجمهورية يا صديقي العزيز الجميل حبيبي هل تعتقد أن يجب أن يتغير الخطاب الديني مش بالطريقة اللي هم بي يعني أنا يعني ما طلع لهمش خطاب أقول لهم يا تلتزموا في محيطه يا إلا تقولوا هو هو أنا شايف أنه هم يبتدوا يعملوا حاجات فيها ابتكار للشباب الزغير ده أنت رأيك إيه والله أقول لحظك على حاجة يمكن أنا رغم أنا صاحف جريت الجمهورية وأنا يعني بأشرف أن أنا يعني بأعمل في الصفحة الدينية أي وأنا برضو بأشرف أن أنا كداعية إسلامي وأنا على المنبر من 40 سنة الحقيقة وإنا دائما يعني وأسد زيتي بالنادي بتجديد الخطاب الديني والناس مفكر أن تجديد الخطاب الديني أن إحنا هنمس الثوابت جاي لا إطلاقا يعني أنا النهاردة ما هو أسلوب الخطاب الذي أوجهه إلى الشريحة المستهدفة أهوهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه طلب أكاديميين وأنا بأخطبهم لهم فكر ولهم أسلوب أنا بتحدث بيه الشباب ده أنا عاوز لغة شبابية حوارية راقية بسيطة أوصل لهم بيه يعني أنا ممكن أقول له حاجة من خلال نكتة لطيفة من غير ما تدرح بحد من خلال فكرة ظريفة الولاد يحبونه يلتفه لأن المدرس أو الداعية هو عبارة عن مرآة الشاب يجد نفسه فيها ولذلك دايما لما بيتعلق بدعيك أو بشيخ أو بمدرس يعني أنا مثلا حضرتك أنا دائما أعتز أقول أستاذ واجدي وزري ده أستاذي وأنا مش بقولها لا أنا مش بقولها من باب المجملة وأنت تعلم ذلك لأن أنا أتعلمت من حضرتك حاجات كثيرة آه كنا متقاربين في السن لكن كنا دايما أنا بقول أنت بتستفيد حضرتك بتقول كان مش في بكرة أحلى كان في جريدة كل الدنيا ولسه كان في حفلة 25 سنة أعدت لنا الزكريات الجميلة أعدت لنا أحلى الزكريات يا جماعة إحنا في منعطف خطر وإحنا في مرحلة حارجة وأقول لك على حاجة جميلة الرئيس السيسي يعني في أكثر من خطاب مؤخرا مركز تركيز جامد أوي الأخلاق القيم المبادئ عاوزين نعلم أولادنا يعني أنا احترمت في هذه اللهجة لا هو نفسه كمان ما شاء الله عنده احترام وأدب وأخلاق طب أنا قلت حاجة مهزب حتى في أسلوبه أنا قلت ليه الرئيس في وادي والإعلام والمدرسة في وادي ده حقيقة بقى يعني اللي يزعل يزعل واللي تبسط تبسط لا يا جماعة الرئيس ده وإحنا بنعتبره قائد فالراجل بقولي يا جماعة إحنا عاوزين أخلاق أخلاق في إيه أنا شغال في مصنع يكون عندي أخلاق في صنعتي أنا اقتصادي أبو عندي أخلاق أنا سياسي أبو عندي أخلاق أنا كاتب أخلاقيات المهنة بتحتم علي إنني أكتب كتابة ما جرحش في حد النهاردة إنت إعلامي على الهوى إنت عندك قيم بتحكمك وإنت بتبس هوى إنه إنت إزاي ما تجرحش بحد ولا تهين حد النهاردة بوجه خطاب ديني أنا عاوز لهجة وعاوز أسلوب وعاوز فكر وإزاي أوصل المعلومة يا جماعة إحنا في مرحلة إحنا مرآة المجتمع والأولادنا أكبادنا تمشي على الأرض الولاد دولي بعد ما شافوا السماوات المفتوحة وعصر العولمة والحداثة هي كلمة حق يرادوا بها باطل وهم بيجوا بقى الغار بيقولك إيه من خلال المثقفين من خلال المفكرين من خلال الإعلاميين إحنا عندنا النهاردة نوع من الحداثة إذا كان أنا عامل يعني أكتر من خمسين أو ستين شخصية من المستشرقين الإسلام بعنوان في جالدة الجمهورية الإسلام في عيونهم قالوا عن الإسلام ده الإسلام في عيونهم أنت هتعمله كتاب إن شاء الله هنسأل السؤال وتكلمنا على الكتاب ده برضو للمشاهدين قبل بلينة الحال إن شاء الله أنا طبعاً نستكمل الحوار معاه الأستاذ الدكتور محمد عيد زاكي أستاذ علم النفس الرياضي الشخصية الجميلة الشخص الرائع المتميز بأخلاقه العالية عايزين نقول برضو إزاي إن إحنا يعني نقوم شبابنا الزغير وإزاي نقوم كمان اللعيبة في الملعب عشان ده بينعكس على الجمهور وعلى الشباب بواجه العموم يعني هو حضرتك دلوقتي اللاعبين أو القيادات المؤسسات الرياضية في مصر الأغلبية العظمة هدفهم الرياضة لكن في حاجة تانية هم غفلينها اللي هي الثقافة الرياضية والندوات اللي بتتعامل لإستهدفوا بيها الناشئين والمشتركين في الأنشطة الرياضية الندوات دي أقدر بيها أزود القيم السلوكية وأعزز القيم السلوكية الإيجابية يعني الندوات الندوات الثقافة الرياضية الثقافة الرياضية التوجيه والإرشاد النفس اللي هم دور مهم في توجيه وإرشاد اللاعبين نحو السلوكيات الطيبة وغير الطيبة يعني هل تعتقد دكتور محمد عيز زاكي أستاذ علم النفس الرياضي يجب أن يفرد على النوادي هذا التخصص عشان يقدر يفعل الأخلاق في الملعج هو أقول لحضرتك حاجة هو أنا في بداية الحديث قلت لحضرتك أن يجب على جميع المؤسسات الرياضية اللي عندها فرقة رياضية أن يكون لديها أخصائي نفس الرياضي سبورت سيكولوجيس الأخصائي النفس الرياضي هو المعني ده داخل فيه جانب من الإعداد النفسي للرياضيين دي الكلمة الأخيرة بتحتك يعني لا الكلمة الأخيرة اسمح لي أتفضل الكلمة الأخيرة أنا أناشد جميع القيادات الرياضية الموجودة في جمهورية مصر العربية بأن يتواجد توفير أخصائي نفس الرياضي في المؤسسات الرياضية التي تحوي نشء وشباب يمارسون النشاط الرياضي الهدف من الأخصائي النفس الرياضي هو ارتقاء بمستوى الأداء السلوكي والنفسي والبدني والاجتماعي والعقلي للناشئين والشباب بالإضافة لذلك أنا أناشد أولياء الأمور أن هتوجه ابنك لممارسة النشاط الرياضي وجه ابنك لممارسة النشاط الرياضي اللي هو عايزه اللي هو حبه وفي نفس الوقت عند مدرب متخصص لأن زال المدربين الغير متخصصين وده بينعكس على سلوكيات الأخلاقية المدرب المؤهل المدرب المؤهل ده هو المدرب دارس علم نفسه دارس بيوليزي وفيسيولوجي وسلوكيات فهو أقدر واحد هيعزز السلوك الإيجابي هيعزز دعم ودعم السلوكيات والقيم الأخلاقية أفضل من المدرب الغير مؤهل بنشكر حياتك أستاذ الدكتور محمد عيد زاكي شكرا نفس الاجتماع الرياضي قبل ما نختم أنت قلت الكلمة الأخيرة نحن عايزين نعرف إيه موضوع الكتاب ده برضو عشان المشاهدين بتاع صباح بكرة أحلى يستفيدوا به في نص دي والله يا حقيقة يعني كان زميل العزيز الأستاذ فريد إبراهيم ربنا يمد في صحيته في صحيتك يا رب قال لي عاوزين كنا في رمضان بنعمل حاجات كده قال لي تعمل وتقول لي أخذي مجموعة من المستشرقين عاوزين نكتب عنهم قال لي طب الله نبتكر نقول الإسلام وفي عنهم ماذا قالوا عن الإسلام فأنا وجدت أن هؤلاء المستشرقين تحولوا من التشكيك في الإسلام إلى يعني إخراج ما في جعبة من أفضل مقيلة عن النبي محمد وعن القرآن الكريم فأنا النهاردة بقول زجلت هونك دي كانت مستشرقة كتبت عن الإسلام حتى وصلت إلى أنها كانت عدو في المجلس الأعلى للشهر الإسلامية ماشاء الله أسلام ها السفير الألماني كان في جزائر وأعلن إسلامه الدكتور هفمن ولسه يعني الحقيقة متوفرة من خلال شهر أو أكثر وأعلن إسلامه هو وزوجته وأسرته وكان خير سفير للإسلام انت جامع بقى كل دولة في كتاب اسمه الإسلام في عيونهم طيب يعني إحنا طبعا بنشكر الدكتور عبدالعزيز السيد نائب رئيس تحليل الجمهورية الإسلام في عيونهم الأستاذ الدكتور عبدالعزيز السيد كاتب الصحفي الجميل هو الكتاب هيبقى رائع لأن أنا قرأت بعض من مقالاته في الجمهورية هيفيد ناس كتير جدا أول ما هيصدر أنا هقول لكم عشان تجيبوه لأن الدكتور عبدالعزيز الشخصية متمكنة جميلة بيوصل العمل الأدبي والفني وصحفي بأسلوب يفهمه كل شخص سواء يعني مهني أو غير مهني الإسلام في عيونهم إن شاء الله نائس له قديه وينزل هو الجمهورية إن شاء الله متبنية هتتضعف ضمن إصدارات كتاب الجمهورية وإن شاء الله تعالى قريبا سوف يصدر بإذن الله تعالى يمكن يكون على رمضان إن شاء الله إن كان في العمر بقية شكراً الدكتور عبدالعزيز سيدنا برئيس تحليل الجمهورية شكراً أستاذ الدكتور محمد عيد زاكي أستاذ علم النفس الرياضي شكراً أعزائي المشاهدين بنفكركم صباح بكرة أحلى سبت من كل أسبوع سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم حلقة جديدة ولقاء جديد وبرنامجكم صباح بكرة أحلى شكراً أحلى